السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في درس جديد من درسنا زي ما عدناكم في الدرس اللي فات احنا صممنا تصميم محمد صلى الله عليه وسلم و هنبدأ في الدرس ده نعمل تحريك بالأفتر إفكتس للتصميم ده ونشوف خطوات التحريك ازاي اول حاجة علشان احمل تحريك للتصميم بالأفتر إفكتس ففي ايش وقت حاجات كده ان انا لازم اعملها اول حاجة هلغي الصورة ديت وبعدين هلغي التأثير الظل اللي فوق طبعا لو حايفتوا تسيب التأثير ده بتسيبوا عادي ما فيش مشكلة هنيجي على كلمة محمد دي هنسيبها هنشيل الظل اللي تحت علشان ما يشوهش معنا التصميم هندمج الهيسترشن مع الامر بحيث يبقى نفس اللون هنيجي لي الزخارف اللي احنا عملناها هنحزف الماسك اللي احنا عملناها بالشكل ده هتطلع الزغار في كاملة هنعمل الماسك في الأفتر إفكتس بعد كده بقى هنبدأ ان احنا نسمي الطبقات طبعا الـ background هندمجها بالشكل ده و هنسميها طبعا هي خدت اسم background ديت المساجد هنسميها بي ار اختصار لكلمة brush او بي ار اس اتش وما ارسلناك اخدت الاسم بتاحها عادي هنيجي لي الزخارف ديت هنسميها هنديها وليكن اسم زيد ار اختصار لكلمة زخارف وده هنديه اسم مون ديت صلى الله عليه وسلم هنخليها t3 text3 محمد en text وديت الخط الابياد هنخليه w text وديت هنخليها m o h بعد ان نحطينا الاسامي هنحفظ التصميم طبعا احنا حفزناه بصيغة اي وان بصيغة بي اي سي بي اس دي باسم اي وان وهنضغط على اوكي بعد كده هنروح على الافتر افكتس هنسحب البي اس دي اللي احنا صممناه على الافتر افكتس بالشكل ده هنا هنحدد composition وهنضغط على اوكي فتح عندي composition بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده نبدأ بقى بعد بعد انحرك التصميم هنحرك في الاول كلمة محمد اللي باللون الاخضر فهنخفي كل الطبقات وهنخلي كلمة محمد مع الخلفية هنضغط كليك يمين عليها هنختار pre-compose وهنضغط اوكي كده حوالناها لcomposition هنضغط على composition double click فهندخل على composition بتاع محمد طبعا هنخلي الخلفية سقط علشان نشوف الشكل هنيجي على كلمة محمد هننسخ منها اربع نسخ بالضغط على control D تلات مرات هنخفي التلات نسخ اللي فوق وهنقف على النسخة اللي تحت وهنجيب اداة البنطول وهنعمل mask على الجزء ده كده كده انا ظهرت في الجزء ده حرف المين نخفي الجزء ده ونفتح الجزء اللي فوقه طبعا احنا نقدر نعمل الحركة ديت بالفوتوشوب اسهل لكن انا حبيت اوريكت ركاية كده في الافتر افك ازاي ان احنا نقدر نقص الكلمة باستخدام المصر نخفي الجزء اللي تحت ونروح على الجزء اللي فوقه طبعا عايز انزل هندل ده فانا بدغط على alt وانزل بيه بالشكل ده بحيث ان انا اعرف اوس من هنا طبعا عندي الجزء ده مش مزبوط فانا ممكن اسحب الماوس بالشكل ده كده لحد ما يزبوط معي الاصل نيجي على اخر جزء نجيب حرف الدال كده اصبح عندي كل حرف في طبعا انا عايز اعمل الحركة عبارة عن فيد ان يعني ان الكلمة تظهر وتختفي الحروف مع بعض فالطريقة دي هنستخدم فيها الاوباستي الاوباستي هنجيبها هنضغط على مفتاح دي في الكيبورد او اننا نضغط على السهم دي لغت لما نوصل للاوباستي نضغط على مفتاح دي افضل ونضغط على الستوب بوتش ونخلي القيمة هنا صفر ونجي في المنطقة دي كده بالظبط نخلي القيمة وليكن 20 هنيجي في المنطقة دي لنخلي القيمة 0 هنيجي هنا هنخلي القيمة 100% وبعدين هنيجي هنا هنخليها صفر هنيجي هنا هنخليها 100% وتعالوا نشوف الحركة معنا عاملة ازاي اصبحت الحركة بالشكل ده هنحدد كل الكيفريم ونضغط يمين ونضغطها الاسي ايز ونقف على الوباسوتي ونضغط على كنترول س في الكيبورد كده عملنا كوبي للكيفريم هنروح على الحرف الثاني هنضغط على تي في الكيبورد وهنقف على اول فريم وهنضغط على كنترول وفي كده احنا نسخنا الحركة في الحرف الثاني نروح برضو للحرف الثالث ونضغط على مفتح دي في الكيبورد ونضغط كنترول وفي كده احنا نسخنا الحركة برضو على الحرف الثالث نفس الحركة نعملها في الحرف الرابع نضغط على كنترول وفي كده احنا ادينا الكلمة كلها نفس التأثير بعد كده بقا هنعمل الكلمة الراندوميز بحيث ان احنا نحرك الطبقة دي شوية والطبقة دي شوية والطبقة دي شوية ونشوف الحركة معنا عاملة ازاي اصبحت الكلمة بالشكل ده كده ممكن ان احنا نزود الحركة شوية بالشكل ده بتحوز بحيث تكون الحركة عشوية بشكل اكتر اوكي كده امتاز نروح على الكموزيشن الاول ونقفل ده ونشوف الحركة بتاعتنا اصبحت بالشكل ده عند نهاية الحركة هنجيب الستروك الابيض هنظهره بالشكل كده بالشكل ده ونسحب المؤشر بتاعه عند بداية الحركة ونشوف اول حركة احنا عملناها بالزبط كده ده المطلوب عايزين نجيب النص اللي هو محمد رسول الله هنجيبه فيه المكان ده كده عايزين نعمل النص ده دخول من هنا كده فالحركة اللي هنعملها باستخدام البوزيشن هنضغط على مفتاح بي في الكيبارد هنقف هنا كده في المكان ده ونضغط على الستوب بوتش كده عملنا حركة سابتة هنا نيجي هنا في اول فريم بالشكل ده ونحرك البوزيشن جهة الشمال الشكل ده وتعالوا ونشوف الحركة الحركة بطيئة شوية فانا بقرب الكيبارده وبعدد الكيبارده اضغط يمين وباختار كيفرين السنت وباختار ايزي ان بحيث يكون الدخول سريع اصبع عندي الحركة بالشكل ده عايز اعمل بقى حركة الدوران للزخارف فانا بازهر الزخارف بالشكل ده وهنجيب الزخارف نوقفها هنا كده نخليها تبدأ تلف من المنطقة دي طبعا الزخارف هنخليها تلف باستخدام الروتيشن فهنضغط على ار هتظهر عندي الروتيشن في المربعة ده قبل معمل الروتيشن لازم اجيب الانكور بوينت او ضيفها في نص الزخارف هنجيب اداة الانكور بوينت بالشكل ده ونضيفها في المنتصف هنا كده وبعد كده نضغط على الستوب بوتش في الروتيشن وبعدين نتحرك على اخر كي فريم ونحرك الزخارف طبعا عدد الفريمات اللي انا بضيفها هنا هي عدد اه وسرعة تتحكم في سرعة الزخارف انا اضفت خمسة وتلاتين فريم فتبقى سرعة الزخارف بطيئة نسبة بالشكل ده عايز تزود سرعة الزخارف فانت بتقف هنا كده على المؤشر ده وبتزود الرقم ده كل ما تزود كل ما تزيد سرعة الزخارف عايز اعمل ماسك للزخارف بحيس ان الجزء اللي تحت ده ما يزهرش فانا بسحب كده المؤشر وبقى في اي مكان فاضي بحيس بس الغي التحديد على اي مكان او اي طبعه انا بحددها بجيب اداة وهضغط هنا كده وهرسم الشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا اله اخد معي فانا بضغط الستروك كده بلغيه من هنا وبضغط على الفل وبديه فل اصبح عندي بالشكل ده اي لون مش هتفرق معنا فهنجيب الشيب لير وان هننزلها فوق الزخارف بالزبط بالشكل ده وهنضغط على اي لتراك ميت لتراك ميت بنجيبها من الايكونة دي بنضغط على الايكونة دي فبتظهر لتراك ميت بنقف على الزخارف ونجي على تراك ميت وهنختار الفا انفرتد ميت اصبحت عندي الجزء اللي فوق بس هو اللي ظهر بالشكل ده طبعا الزخارف ظهر كده بشكل حاد فانا عايز اخليها تظهر بشكل ناعم شوانا بضغط على التي علشان اظهر الاوباسة فيه وعند الكيف ريم الخاص بالزخارف صفر بضغط على الايكونة الاوباسة وبخلي القيمة صفر وبقى اجي هنا كده بخلي القيمة مية في المية فبتظهر عندي بشكل انعم بالشكل ده فده اللي عندي ان انا اجيب الامر اخليه يظهر فانا الامر هجيبه من الجزء ده كده اخليه يبدأ يظهر من هنا طبعا الامر انا عايزه يظهر من يطلع من تحت الفوق بالشكل ده فا الاوبشن ده هنحكمه فيه بالبوزيشن هنضغط على مفتاح في الكيب확ى هنيجي هنا هنضغط على الستوبوتش نعمل كيفريم ونيجي على اول كيفريم هنا كده لازم نقف على اول الامر وننزله تحت بالشكل ده. ممتاز. عايز كمان اعمل ماسك للامر بحيث انه يظهر من المنطقة دي فقط لكده. زي ما عملنا مع الزخارف هنسعى فوق كده نضغط في اي مكان فاضي بحيث ان احنا نلقي التعديد. وهنجيب اداة الاليبس. او هنستخدم الاليبس هنستخدم البنتول افضل وهنرسم الشكل ده كده. او هنجيب الشبلير وننزلها تحت او فوق طبقة الامر طبعا نتكبر شوية عشان نشوف. والمليتراك ميت من طبقة الامر هنخليها الفة ميت. وتعالوا نشوف الحركة. ممتاز. دلوقتي انا عايز احرك الكتابة بالانجليش فهنجيب الكتاب الانجليش هنخليها وليكن تظهر من هنا كده. عايز اخلي الكتابة دي برضو تظهر من الشمال اليمين لكن هنحط فيها تركية كده ان هي برضو تظهر من هنا. فهنضغط على البي علشان نجيب البوزيشن هنقف هنا كده ونبيها ونقف هنا. ونحركها جهة الشمال بالشكل ده. ونشوف الحركة. هنحدد لتنين كيفريم ونضط كليك يمين كيفريم السينت وهنختار ايزي ان. طبع الحركة لو سريع بنقرب الكيفريم ده فقط لغير شوية كده حيث الحركة تكون بطيه بالشكل ده. وزي ما عملنا في الزخارف وفي الامر هنجيب اداة البين طول وهنرسم الشكل ده هنا كده. وهنجيب الشكل نضيفه تحت الكتابة اللي بالانجليش. وهنروح على الكتابة اللي بالانجليش ونخليها الفة انفرتد ميت. او الفة ميت. وهنشوف الحركة اللي عملناها. بالشكل ده. نيجي بقى هنا للكتابة اللي هي وما ارسلناك اللي رحمة للعالمين فهنجيبها هنا كده. طبعا نكبر شوية. وهنستخدم. ممكن نستخدم نفس التأثير اللي احنا عملناه على كلمة محمد. هنضغط على T وهنفع على الوباسيتي وهنضغط على كنترول V. نسخلي نفس التأثير اللي احنا عملناه على كلمة محمد. طبعا هو نسخلي انه ما عملتش اي حاجة كوبية في التصميم. انا عملت حاجة كوبية هيعملك اخر حاجة كوبية انت عملتها. فانا ما عملتش اي حاجة كوبية فاضطر انه ينسخلي نفس التأثير بتاع محمد. كمان نقدر نعمل بالانجليش نفس النظام هنقف عليه كده ونقف على اول فريم. ونضغط على مفتاح دي في الكيبورد ونضغط على كنترول و V. ممكن نتبعيد شوية كده. وتعالوا نشوف العمل. ودي بساطة كان تحريك بسيط لمكتوطة محمد بدون اضافة اي تأثيرات خارجية استخدامنا. حياة بسيطة وافكار بسيطة عشان انطلع الشكل الجميل والتأثيرات الجميلة اللي انتو شايفينها في التصميم ده. اتمنى نكون الدرس عجبكو قدرت تستفيدوا منه. طبعا دعمكم للقناة مهم جدا انتظر دعمكم للقناة ومشاركتكم للفيديو لو في اي سؤال او اي استفسار تقدر تصولي في كومنتات. وفي النهاية اتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة